قبض بارغاس على معدته كما لو أن قرحة انفتحت فيها على حين غرة ما الذي طلبته من ذلك الولد؟ اسمه فرنانديتو ولم يعجديه من صفات الولد إلا القليل وهو مكتنز البدن مثلك تقريبا ثم إن لديه فيسبا يا أم الرب ألا يكفيك أنك عقدت حياتي؟ والآن تورطين أبرياء في ألاعبك؟ هذا هو بالطبع ما نحتاج إليه في هذه العملية هو شخص بريء ظننت أن الغبي روبيرا يكفي لذلك بالمناسبة روبيرا ظل يلاحقني طوال الصباح لم يكلفوه بمراقبتك أنت لعله ليس غبيا كما تعتقد وما دعا فرنانديتو هذا؟ دماء زكية لحمامك الشبيه بحمام الكونتيسا طاثوري ذائقتك القرائية تزداد رقيا يا فارغاس ولكن لا فرنانديتو لن ينزف قطرة دم واحدة على أنه قد يقطر عرقا ويذرف دموعا لا تظن أني لم أره وهو ينظر إليك بدت عيناه مثل حمل مذبوح متى رأيته؟ عندما كنت تخضرينه في المقهى كنتما مثل أفع الكبرى وصغير الأرنب ظننت أن روبيرا وحده الذي يتجسس علي رأيتكما تدخلان المقهى بينما كنت عائدا من ميترو بارنا هزت أليتي رأسها للتخفيف من حجم القصة وكانت تستعد لصب النبيذ الأبيض في إحدى كؤوسها البلوري الرقيقة حدثني كيف جرت الأمور هناك وانسى أمر فرنانديتو هذه اللحظة تأفف بارغاس واستراح على الأريكة من أين أبدأ؟ حاول أن تبدأ من البداية لخص بارغاس زيارته إلى شركة ميترو بارنا وانطباعاته عنها أصغت إليه آلتها بصمت تجيء في الغرفة وتروحه والكأس في يدها وتهز رأسها من حين لآخر وعند انتهاء التقرير اقتربت من النافذة ارتشفت من الكأس بضع رشفات والتفتت نحو رجل الأمن بتعبير في الوجه دخ في صدره القلق لقد فكرت كثيرا يا بارغاس فليدخن الرب في رحابه معترفين ومبلغين بكل ما اكتشفته اليوم عن صاحب الزيجة الموفقة سانشيس وسائقه وأطار كتب مطايكس والمحام برياليس وآل سمبيري ولا تنسي الرجل الخفي زميلك سابق اللومانا لم أنسى الحال أننا أنت وأنا لنستطيع متابعة كل هذه الخيوط وربطة الحبل تضيق على أعناقنا أنت تعلم ما الذي أقصده كل هذه الخيوط متشابكة بطريقة معينة وكلما سحبناها اقتربنا من العثور على مدخل عندما تصبحين مجازية أضيع نحن ننتظر خطوة خاطئة هذا كل ما في الأمر هكذا تحلين القضايا بفضل الخطوات الخاطئة؟ أن تترك الآخرين يرتكبون الأخطاء خير من التعويل على إصابة الهدف من الضربة الأولى وماذا لو كنا نحن من يقدم على الخطوة الخاطئة؟ إذا كان لديك خطة أفضل فكل آدان صاغية رفع بارغاس يديه في إشارة إلى هدنة وفرنانديتو هذا ما وظيفته؟ سيكون عيوننا حيث لا نستطيع أن نكون موجودين لا أحد يعرفه أو يتوقعه أنت تتحولين إلى الياندرو سأتظاهر بأني لم أسمع شيئا يا بارغاس تظاهر بما يحل لك كيف ستضحين بالطير الصغير؟ سيبدأ فرنانديتو بملاحقة سانشيس تقاسم المهام يرفع نسبة الإنتاج هذا يبدو لي فخا وماذا أفعل أنا؟ ما زلت أفكر أنت تحاولين التخلص مني ثانية لا تتفوه بالطرهات متى فعلت شيئا كهذا؟ أطلق بارغاس خوارا وبينما تفكرين هل تخطر في بالك أشياء أخرى؟ سألها تخصيص الوقت والاهتمام بعائلة سنبيري ردت أليكيا في تلك اللحظة قطع عليهما صوت عند باب الشقة كأنه حمل ووقع على الأرض ثم رن الجرس بعد قليل هل تنتظرين الزيارة؟ سأل رجل الأمن هل لا فتحت أنت؟ نهض بارغاس على مضد وذهب ليفتح الباب فظهر فرنانديتو مسخنا ولاهثا عند العتبة مساء الخير قال لقد أتيت بكتب الآنسة أليكيا مد يده للمصافحة دلالة على ثقة فتجاهله بارغاس أليتيا جاء الولد موصل الطلبات من أجلك لا تفسد البهجة يا فارغاس دعه يدخل نهضت أليتيا واقتربت من الباب ادخل يا فرنانديتو لا تشغل بالك به أشرق وجه الفتاة عندما رأاها حمل علبة الكتب الضخمة ودخل البيت بالإذن أين أضعها؟ هنا أمام المكتبة قام فرنانديتو بما طلب منه وتنفس بعمق وهو يمسح العرق الذي سال على جبينه هل أتيت بها هكذا بيديك؟ رفع كتفيه حسنا بالدراجة النارية مع أنه لا يوجد مسحض هنا أنت عنوان التفاني يا فرنانديتو قال بارغاس ليس معي الآن ميدالية البسالة وإلا تجاهل فرنانديتو استهزاء بارغاس وركز انتباهه على أليثيا لم أفعل شيئا يا أنسة أليثيا فأنا معتاد على توصيل طلبات الدكانة لقد أصبحت قويا جدا هيا يا بارغاس حاسبه ماذا؟ دفعة للخدمات المقضية وأعطيه ثمن الوقود أيضا وهل أنا الذي يجب أن يدفع؟ دبرها من صدوق النفقات فأنت أمين الخزانة لا تعبر بهذا الوجه أي وجه؟ كما لو أنك أصبت بعدوى المسالك البولية هيا أخرج محفظتك فضلا يا أنسة إن كان هناك مشكلة قال فرنانديتو الذي لم يشعر بالأمان برؤية بارغاس عابسا لا وجود لأي مشكلة قاطعته أليثيا حضرة النقيب تأفف النقيب وأخرج محفظته عد ورقتين نقديتين وأعطاهما لفرنانديتو أكثر همست أليثيا ماذا؟ أعطيه الضعف على الأقل أخذ بارغاس ورقتين أخرين وأعطاهما له وتقبلهما فرنانديتو مسعوقا وهو الذي لم يرى كل هذا المبلغ معا في حياته كلها ربما لا تنفق كل المال على السكاكر غمغم بارغاس لم تندم يا أنسة أليثيا شكرا جزيلا حذار يا فتى فأنا الذي دفع لك المال قال بارغاس هل لي أن أطلب منك معروفا؟ سألته أليثيا أطلبي ما تشاءين اذهب واشتري لي علبة سجائر أمريكية شقراب أنت كنزي سارع فرنانديتو إلى هبوط السلالم وبدى من الصوت الذي أحدثه أنه كان ينزل واثبا كم هو شاطر خادم المذبح هذا؟ أحلق بارغاس أنت غيور قالت أليثيا بالتحديد واللوحة؟ سألت أليثيا مشيرة إلى اللوح الذي جاء به بارغاس فكرت أنها ستبدو في غاية البهاء إن علقتها فوق أريكتك هذه هل هي من صديقك العزيز الجديد الرصام المفضل لدى سانشيس؟ أو ما أبنعم هل تعتقد أن سانشيس هو جامع الكتب الذي نبحث عنه؟ سألت أليثيا شد بارغاس كتفيه والسائق؟ مورغادو لقد اتصلت بالقسم المركزي لأستطلع المعلومات عنه سأحصل على شيء ما في الغد بما تفكر يا بارغاس؟ بأنك على حق ربما أقولها رغما عني الربطة أو الحبل يضيق لا أراك مقتنعا كليا لست مقتنعا ثمت شيء غير واضح ما هو؟ سأعرفه عندما أرى ولكن يتولد لدي انطباع بأننا ننظر من الزاوية الخاطئة لا تسألين لماذا؟ هكذا قالت لي بطني أعتقد ذلك أنا أيضا وفقته أليثيا هل ستخبرين لينظروا بذلك؟ علي أن أخبره بشيء ما إن سمحت لي باقتراح دعي فرنانديتو خارج نشرة الأخبار لم أفكر في تضمينه فيها وبعد قليل سمع خطوات الفتى وهو يسعد السلم بعجالة هيا افتح له وكن معه ألطف لأنه بحاجة إلى قدوة ذكورية راسخة إن أراد أن يصبح رجلا بحق هز بارغاس رأسه وفتح الباب وكان فرنانديتو ينتظر مضطربا وعلبة السجائر بيده ادخل يا سوس كليو باترا بانتظار حضرتك غرع فرنانديتو لتسليم العلبة إلى آليتيا ففتحتها مبتسمة وحملت سجارة إلى شفتيها فتعجل الفتى لإخراج الولاعة هل تدخن فرنانديتو؟ لا لا سوى أني أستعملها مشعلا فنصف السلالم في هذا الحي مظلم أكثر من فمذئن أرأيت يا بارغاس؟ أليس لفرنانديتو مقومات المحقق؟ بل إنه مارلو المحتلم لا تسمع لكلامه يا فرنانديتو فعندما يشيخون تحمض طباعهم إنها كينين الشعر الأبيض كيراتين صحح بارغاس أومأت آليتيا لفرنانديتو بأن لا يكترث لأمره هل يمكنني أن أطلب منك معروفا آخر يا فرنانديتو؟ أنا هنا من أجل هذا معروف أكثر حساسية مهمتك الأولى كل أدان صاغية أريد أن تذهب إلى شارع ذيغرافيا رقم 6 نظر إليها بارغاس وقد توجس فجأة فأشارت إليه بأن لا يقول شيئا هناك يوجد مقر شركة اسمها ميترو بارنا أعرفها آه حقا؟ الشركة المستولية على نصف العقارات في الحي يشترونها يطردون سكانها القدامى بفلسين ويبيعونها بعشرة أضعاف نصابون حسناً يتضح أن المدير العام اسمه سانشيس أريدك أن تتعقبه فور خروجه من المكتب وأن تصبح ظلة تنقل إلي أين يذهب وماذا يفعل ومع من يتحدث كل شيء هل ستتدبر أمرك بالفيسبا؟ إنها ملكة الطرقات حتى نوفولاري لا يستطيع أن يهرب مني غداً في هذه الساعة ستأتي وتروي علي ماذا اكتشفت شكوك رفع بارغاس يده أقصد فرنانديتو كل شيء واضح أنسى أليتيا فاذهب إذن وأهلاً بك في عالم الدسائس لن أخيب ظنك ولا ظنكم حضرة النقيب انطلق فرنانديتو مسرعاً نحو مسيرة واعدة في عالم المؤامرات والألغاز حدق بارغاس بثم مفتوح من الدهشة إلى أليتيا التي كانت تفني سجارتها كالهرة هل جونينتي؟ تجاهلت السؤال رفعت عينيها نحو النافذة وتأملت معطف الغيوم الزاحف من جهة البحر كانت الشمس في المغيب تصبغ الدنيا باللون الأحمر لكن هناك شبكة من زخارف سوداء تحوم كالدوامة في عين الشمس كثيفة وكذرة لمحت وميضاً كهربائياً ينبض بين السحب كأن ألعاباً نارية تنفجر في السماء عصار يقترب غمغم بارغاس خلف ظهرها أنا جائعة صرحت أليثيا وهي تلتفت نحوه بدأ متفاجئاً وأكثر لم أتخيل أن أسمع منك شيئاً كهذا على الإطلاق تمت مرة أولى لأي شيء هل لدعتني على العشاء؟ لا أعرف كيف لقد أعطيت الولهان فيك كل ما أملك تقريباً غداً سأمر إلى البنك وأسحب بعض النقود لا بأس بوجبة مقبلات طبص قولي أين؟ هل تعرف برشلونيتا؟ بدأت أعتاد بما فيه الكفاية على برشلونة العادية هل تروقك قنبلة جيدة؟ عفواً حادة لا منفجرة ولماذا يبدو للأمر واحد من حيالك؟ نزلا سيراً على الأقدام نحو الميناء تحت سماء تخدشها البروق وكانت سواري القوارب تهتاج مع الريح التي تهب من البحر بنكهة الكهرباء سيكون الطفان تنبأ برغاس مشايا بمحاذاة المستودعات المصطفة بمواجهة ورشات المرفأ أبنية ضخمة مجوفة تشبه الأسواق التي كانت تقام في ماضي الزمان كان والدي يعمل هنا في المستودعات قالت أليثيا ظل برغاس صامتاً بانتظار أن تضيف شيئاً آخر ظننت أنك يتيمة ارتجل في النهاية لم أولد يتيمة في أي سن فقدت والديك عقدت أليثيا أزرار ريقة المعتف وأسرعت الخطى حبذا لو استعجلنا وإلا تحممنا تحت السيول اختصرت وكانت أوائل قطرات المطر تتساقط عندما وصل إلى برشلونيتا قطرات كبيرة ومنعزلة كأنها طلقات نارية من المياه تتفجر على ضلاط الطريق وترجم الطرامات التي تنزلق على امتداد الشارع المحاذي لرصف الميناء لمح برغاس قبالته حياً يغص بالدروب الطيقة مثل عقدة على شبه جزيرة تلج البحر وتنافس في مظهرها مقبرة كبيرة تبدو جزيرة قال لست بعيداً عن هذا إنه حي الصيادين الآن وفي السابق هل تريد درساً في التاريخ؟ لعلي أهيئ ذائقتي لقنابلك في العصور الغابرة كان كل ما تراه أمامك بحراً فصلت أليتيا ومع الوقت شرعوا بتعمير مكسرات الأمواج فتشكلت جزيرة من الرواسب التي يخلفها البحر بارتطامه بالعارضة شيئاً فشيئاً وكيف تعرفين كل هذه الأشياء؟ لأنني أقرأ عليك أن تجرب ذلك يوماً ما في أثناء حرب الخلافة هدمت قوات فيليب الخامس جزءاً كبيراً من حي ريبيرا لتشييد حصن القلعة وبعد الحرب انتقل كثير من الناس الذين فقدوا بيوتهم ليسكنوا هنا لهذا السبب؟ أنتم البرشلونيون ميالون إلى الملكية؟ لهذا السبب ولأننا ضد النظام الحاكم الذي يشجع الري لحقتهما أولى غارة المطر الغاضبة إلى شارع ضيق حيث تبرز فيه واجهة ما قد يبدو للوهلة الأولى مزيجاً من حانة ميناء ومطعم في نقطة استراحة لم يكن ليفوز بأي مسابقة للفنوم الجميلة لكنه كان يتضوع برائحة توقظ الأحشاء القنبلة تقول لافتة في الداخل مجموعة من الزبائن المشغولين بمباراة للعب الورق أنهضوا أنظارهم قليلاً عندما رأوهم داخلي فأدرك بارغاس بأنهم عرفوه رجل أمن ما إن وطأت قدمه المحل نظر إليه ما نادل جلف الطباع من على المصطبة وأشار إلى طاولة في زاوية بعيداً عن نوعية الزبائن المعتادة لا يبدو محلاً من محلاتك يا أليثيا لا نأتي إلى هنا للتمتع بالإطلال إنما لالتهام القنابل ولفعل شيء آخر على ما أعتقد حسناً في الجوار في الجوار ماذا؟ أخرجت أليثيا من حقيبة اليد قطعة ورقية ووضعتها على الطاولة عرفت بارغاس العلامة التي نزعتها في الصباح من إحدى علب النقل لمكتب المحام بيريانيس بالجوار المستودع الذي وضع فيه بيريانيس كل وثائقه وأرشيفه آنياً رفع عيني إلى السماء لا تكن متيبساً هكذا يا بارغاس هل كنت تتوقع أنهم سيكونون على أهبة الاستعداد للتعاون معنا؟ كنت آمل أن لا أخرق القانون ثبت النادل الفضل أمامهما ورماهما بنظرات استقصائية أربع قنابل وبرتان من فضلك أمرته أليثيا من دون أن تحيد عينيها عن بارغاس استريلا أم من البرميل؟ استريلا خبز وطماطم؟ شريحتان محمصتان أومأ النادل وانصرف دون أن يبدي احتفاء بهما لطالما تسألت لماذا تضعون الطماطم في الخبز؟ قال بارغاس وأنا لأن ما من أحد يفعلها هل من مفاجآت أخرى أعدتها لي بالستناء اقتحام السكن؟ هو مستودع عملياً لا أعتقد أن أحداً يسكنه ما عاد الفئران والعناكم فكيف نرفض إذن؟ ما الذي يدور في رأسك الجهنمية؟ كنت أفكر في ذلك المغفل الذي التقيت به كاسوس موظف فايس في دار النصر أرياتنا العاشق المقهور بابلو كاسكوس بوينيديا نطقت أليثيا خطيب بيتريز أغويلار سابقاً لا أستطيع أن أمحوه من رأسي ألا يبدو لك الأمر غريباً؟ ما الذي ليس بغريب في هذه القضية؟ الوزير صاحب السلطة والنفوذ ينبش في الخفاء شؤون عائلة من باعة الكتب في برشلونة كنا قد استقرينا على أن اهتمامه نابع من شقوقه في أن باعة الكتب هؤلاء يعرفون شيئاً عن دافيد مارتين الذي كان يشك فيه بأنه وراء التهديدات وعمليات الاغتيال التي تعرض لها أو جزا باركاس أجل ولكن ما شأن مارتين بعائلة سنبيري وما شأن العائلة بكل هذه القصة؟ سألت أليتيا وسرحت قليلاً في أفكارها قبل أن تتابع تمت شيء ما هناك في ذلك المكان في تلك العائلة لهذا قررت أن تزور مكتبة سنبيري وأبنائه دون أن تعلميني؟ كنت بحاجة إلى شيء جديد أقرأه كان بإمكانك شراء القصص المصورة الاقتراب من عائلة سنبيري قبل الأوان قد يكون خطيراً هل تخشى على سلامة عائلة بيع الكتب؟ أخشى أن نوقظ الأرنب قبل أن نعرف أين تطأ أقدامنا أعتقد أن الأمر يستحق المخاطرة وقررت ذلك بشكل أحادي لقد أصبحت وبياتريز أغويلار صديقتين قالت أليثيا فتاة جدابة ستغرم بها من النظرة الأولى أليثيا ابتسمت بمكر ووصل طبق القنابل والبرى ليقطع المحادثة نظر بارغاس إلى ذلك الاختراع العجيب ما يشبه عجينة البطاطس ملبسة بدقيق الكعك ومحشوة باللحم الحاد وكيف يؤكل؟ غزت أليثيا الشوكة بإحدى القنابل وغزتها بعضة ضاربة فيما كان الإعصار يجلد الشارع بقوة وكان النادل قد أطل من الباب لرؤية السيول تأمل بارغاس أليثيا وهي تلتهم تلك المأدبة كان فيها شيء لم يلاحظه من قبل الظلام يحييك شربت أليثيا رشفة من البرى ونظرت في عينيه إنني كائن ليلي لا داعي للحلفان خلف الإعصار في مروره ضبابا يفيد بشوارع برشلونة ويلتصق بضوء أعمدة الإنارة ولم يبقى سوى قطارات قليلة تتساقط عندما خرج إلى الطريق بينما رعود العاصفة تتلاشى في البحيد وكان العنوان الذي سلبته أليثيا في ذلك الصباح من إحدى علب مكتب فرناندو بيريانيس يشير إلى أن المستودع الذي اختاره المحامي ليحتفظ فيه بأثاثه وفهارسه وبقية أغراضه المتراكمة على مدى أعوام كان موجودا في أراضي بابور بارفينو وهو معمل قديم لصناعة السخانات والقاطرات مهجور بعد الحرب الأهلية وصل إلى أبواب المنشأ القديمة بعد حوالي الدقيقتين من المشي في طرقات مقفرة يعبث فيها البرد كان هناك آثار سكة حديدية تحت أقدامهما ويبدو أن مصارها كان يمتد إلى داخل المبنى وثم تبوابة حجرية دخمة وعليها لافتة بابور بارفينو تهيمن على المدخل تعقبه أرض مهملة من المستودعات العملاقة والورشات المدمرة التي ترسم أطلال مقبرة من الأعاجيب التي سعد نجمها في حقبة البخار هل أنت متأكدة من أنه هنا؟ سألها بارغاس أومأت آليثيا وتقدمت مشايا بمحاداة مقطورة راسية في مستنقع واسع تزدهر فيه العربات اليدوية والأنابيب وهيكل سخانة محطمة اتخذها عشا سرب من النوارس كانت الطيور متصمرة تنظر إليها بعيون متلألئة تحت الظلام وهناك صف من الأوتاد تسند شبكة من الأسلاك التي تتدل منها مصابيح واهية الضياء كانت مستودعات المعمل قد رقمت وعنونت بالأفيتات خشبية مستودعنا رقم ثلاثة قالت أليثيا نظر بارغاس حوله وجد قطتين تتدوران جوعا وتموآن في الظل كان الهواء بنكهة الكربون والكبريت تجاوزا كيشكا مراقبة فارغا أليس من المنطقي أن يكون فيه حارس؟ أعتقد أن المحام بريانيس يفضل الحلول الاقتصادية أدل تأليثها بملاحظتها محام القضايا الخاسرة تذكر بارغاس من وفر وجد اقتربا من مدخل المستودع المعنون بالرقم الثلاثة ما تزال الآثار الحديث لإطارات شاحنة النقل مميزة في الوحل أمام بوابة خشبية موسط بقطبان حديدية تحول دون الدخول تمت باب أصغر حجما منحوط في البوابة الأم وكان مغلقا بسلسلة وقفل صدئ لا يتعدى حجمه قبضة اليد كيف حالنا مع القوى المفرطة؟ سألت آليثيا لا تمتظر مني أن أفتحه بأسناني اعترض بارغاس لا أدري افعل شيئا أخرج رجل الأمن مسدسه الريفولفر وأدخل قبضته من مسافة قريبة جدا في ثقب القفل تنحي جانبا أمرها ضغطت آليثيا على أذنيها بيديها فحام ذوي الرصاصة بين مباني المنشأة أخرج المسدس من القفل فسقط عند قدميه ساحبا معه السلسلة فدفع بارغاس الباب برفسة واحدة كانت الضلال في الداخل ممتدة ومتشابكة ينتأ ما بينها حطام ألف بناية وتتدلى من السقف شبكة من الأسلاك التي تحمل مصابيح صغيرة وعارية اتبع بارغاس أثار الدارة على الحيطان حتى وصل إلى المنظم الكهربائي البارز من الجدار وكبس السر المركزي فأضيئت المصابيح برذاب نور مصفر ومتذبذب وتتابع بطيء كأنها تنير معرضا من الأشباح وكان الطيار يصدر طنينا طفيفا أشبه بما يصدر عن غيمة من الحشرات المحلقة في الظلام سار في الممر الذي يقطع المستودع وكان على الجانبين عدة أقصام مغطاة بشبكة معدنية وعلى مدخل كل منها لافتة مسجلة برقم القسم والمهل المحدد لإفراضه بالشهر والعام فضلا عن اسم أو كنية صاحب المؤسس المالكة للأغراض المخزونة وكان كل من تلك المقصمات يستضيف عالما بأسره لمحافي المجال الأول قلعة مكونة من مئات الآلات الكاتبة القديمة والآلات الحاسبة وصناديق المحاسبة والمجال التالي يحتوي على دخيرة هائلة من الصلبان وتماثيل القديسين والمنابر وحجورات الاعتراف بهذه الأغراض يمكنهم بناء دير قالت أليثيا ما زالت أمامك الفرصة سانحة استضما بدوارة كبيرة ومفككة خلف ما تبدلهما أنقاض معرض متنقل وفي الطرف الآخر من الممر تمت مجموعة من التوابيت وتركات الموتى من أضواق القرن التاسع عشر بما فيها من سرادق زجاجي الجوانب بداخله سرير حريري ما زال محافظا على آثار أحد الراحلين البارزين الذي نام عليه يا إلهي من أين تأتي كل هذه الأغراض غمغم بارغاس معظمها من ثروات لم يرثها أحد من عائلات نبيلة كانت قد انهارت قبل الحرب ومن مؤسسات طوها النسيان هل أنت متأكدة من وجود أحد يتذكر أن كل هذا واقع هنا؟ ما يزال أحدهم يدفع الإيجار منظر يقشعر له البدن في الحقيقة بارسلون بيت مسحور يا بارغاس الحال أنه لا يخطر في بالكم يا معشر السياح أن تنظروا ما خلف الستار هاهو إنه هنا توقفت أليفيا عند أحد الأقسام وأشارت إلى اللافتة عائلة برياني سيوراك رقم 629-56-BC-28887 هل أنت واثقة من فعلها؟ لم أكن أعتقد أنك صعب الإرضاء يا بارغاس سأتحمل المسؤولية بنفسي كما تريدين عما نبحث بالضبط؟ لا أدري عن خيط يصل فيس بسلفادور ودافيد مارتين وسمبيري وبريانيس بلائحة الأرقام الملغزة وبكتب ماطايكس وسانشيس وبسائقه عظيم الوجه مؤخرا إن وجدنا ذلك الخيط عطرنا على بايس وهل تعتقدين أن الخيط هنا؟ لسنا متأكدين من أنه ليس هنا كان القسم مصدا بقفل بسيط من الخردة تفكك جراء الضربة الخامسة بكعب الريفولفر لم تتدخر آليثيا الوقت وسرعان ما ذلفت إلى الداخل رائحة ميت قال بارغاس إنها نسمات البحر تعطلت حاسة الشم لديك بعد إقامة طويلة في مادريد أطلق بارغاس لعنة وتبعها كانت أكداس الصناديق الخشبية المكسوة بالستائر تشكل ممرا فيما يشبه الفناء حيث أوقعت زوبعة هوجاء من أعالي عليائها رفاة أجيال عديدة من سلالة بريانس لا بد أن بريانس هو الغنم السوداء بين أفراد عائلته لست تاجر آثار لكني أرى هنا ثروات هائلة ارتجل بارغاس آمل إذن أن تسمح لك عفتك القانونية بالصمود أمام رغبتك في سرقة منفض فضية من جدة بريانس أشار بارغاس إلى مهرجان الأواني والمرايا والكراسي والكتب والمنحوتات الخشبية والحاويات والخزانات والمناظر والأدراج والدراجات والألعاب وعدة التزلج والأحذية وإلى الحقائب واللوحات والأوعية ومئة ألف آدات مكدسة بعضها فوق بعض لتشكل خارطة من المزييك المتغير الأشبه بسراد بموتى أكثر من أي شيء آخر من أي قرن تودين البدء؟ من أرشيف بريانس نحن بصدد البحث عن علب كرطونية من الحجم المتوسط لا ينبغي أن يكون هذا صعبا من المحتمل أن الحمالين أثروا إفراغ شحنات المحام في أقرب حيز فارغ إلى المدخل أي غرض لا تعتليه أسبوعان من الغبار قد يكون هدفا ممكنا هل تفضل البدء من اليمين أم من اليسار؟ أم إنه سؤال غبي؟ بعد مرور عدة دقائق من النبش وسط أدغال الأغراض التافهة التي كانت هناك قبل ولادة أي منهما أغلب الضن عثر على هرم من العلب التي ما زالت عليها علامة شبيهة بتلك التي امتزعتها أليفيا تقدم بارغاس إلى الأمام وأخذ يرتبها في صف علبة بعد علبة بينما تفتحها أليفيا وتتحقق من محتواها أهذا ما كنت تبحثين عنه؟ سألها ما زلت لا أدري خطة محكمة غمام النقيب استغرق قرابة نصف الساعة في فصل العلب التي تحوي وطائق عن تلك الممتلئة بالكتب وأغراض المكتب لم يكن الضياء العليل الذي تقضقه المصابيح من السقف كافيا لمعاينة الوثائق بدقة فراح بارغاس يبحث عن شيء يستنار به وعاد بعد قليل بشمعدان نحاسي قديم وبقبضة من الشموع الغليظة التي بدت أنها لم تستخدم يوما هل أنت متأكد من أنها ليست أصابع ديناميد؟ سألته وضع بارغاس شعلة ولاعته على بعد سنتمتر من الشمعة الأولى وأعطاها لها هل تريدين نيل الشرف؟ شكلت الشموع هالة ضياء وبدأت عليدي بالتقصي في الملفات النادئة من قمة العلبي ملفا تلو الآخر وكان بارغاس يراقبها متوترا ماذا أفعل؟ الملفات مرتبة وفق التاريخ ابتداء من يناير 1934 سأبحث أنا حسب التاريخ وأنت حسب الأسماء ابدأ من الملفات الأخيرة وسنرتقي في الوسط ولكن عما أبحث سانشيس، ميترو بارنا أي شيء يسمح لنا بوصل بريانيس بي موافق اختصر بارغاس نبشا العلبة مدة عشرين دقيقة يخيم عليها الصمت يتبادلان نظرات وإماءات نافية من حين إلى حين هنا لا يوجد شيء عن سانشيس ولا عن ميترو بارنا قال رجل الآن لقد بحث في خمس سنوات ولم أعطر على شيء تابع البحث لعلك تجد شيئا تحت مسمى المصرف العقاري لا شيء عن أي مصرف كلهم زبناء فقراء معدومون هذا إذا استخدمنا مصطلحا قانونيا تابع البحث أومأ بارغاس وغطس ثانية في محيط الوطائق والملفات بينما تتعرق الشموع وتخلف عنقودا من الدموع يقطر على طول الشمعدان وبعد قليل انتبه أن آليثيا كانت غارقة في صمتها ومتوقفة عن البحث رفع أنظاره فوجدها متصمرة بلا حراك عينها مثبتتان على رزمة من الأضابير التي أخرجتها من إحدى العلب ماذا هناك؟ سألها أرده إضبارة ضخمة إيزابيلا خيسبرت قالت سيمبيري وهزت آليثيا رأسها وأظهرت على مرآه إضبارة أخرى بعنوان مونتويك 3945 بدأت تفتش بين الملفات وتخرج منها فالنتين مورغادو سائق سانشيس سيمبيري مارتين آرنيا فتحت آليثيا الإضبارة أهذا هو صاحبنا دافيد مارتين يبدو كذلك توقف فرمين آليثيا رفعت عينيها عن ملف دافيد مارتين انظري هنا قال النقيم كانت الإضبارة التي يريها لآليثيا سمكة بحجم أصبعين على الأقل وإذ قرأت هي الإسم على الغلاف راودتها رعشة وفلتت من بين شفتيها ابتسامة برأيي لقد حصلنا على ما فيه الكفاية قال باركاس وحين كانت تغلق العلبة وقعت عينها على ضرف مصفر في العمق أخذته وتفحصته على ضوء الشمعة ضرف بحجم أ4 مضموغ بالشمع نفخت عنه قسرة الغبار التي تغطيه وقرأت الكلمة المخطوطة بالقلم الوحيدة على الضرف إيزابيلا سنأخذ معنا كل شيء قالت أغلق العلبة وحاول أن تتركها كما وجدناها تقريبا قد تمر أيام ربما أسابيع ريثما يحصل بريانيس على مكتب جديد ويفطن إلى نقص في أحد الملفات وفق باركاس لكنه قبل أن يرفع العلبة الأولى عن الأرض توقف على حين غر والتفت نظرت إليه أليثيا فهي أيضا سمعت ما سمع خطوات أصداء دوس على طبقة الغبار التي تكسو أرض المستودع نفخت أليثيا على الشموع وأخرج باركاس الريفولفر وارتسم طيف على العتبة رجل محشو ببتلة مهترئة يراقبهما كان يحمل قنديلا وهراوة ترتجف فيه ما يعني أن المسكين كان مرعوبا أكثر من فأر الدكاكين ماذا تفعلني هنا؟ تلعثم الحارس الدخول ممنوع بعد السابعة نهضت أليثيا ببطء وابتسمت له تمت شيء في مظهرها لا بد وأنه جمد أحشاءه لأنه تراجع خطوة إلى الخلف وأشهر الهراوة بطريقة تهديدية فصوب باركاس قصبة المسدس في صدقه إذا كنت لا تفضل أن أستخدمه تحميلة في الشرج أرجوك أن تدع الهراوة ترك الحارس الهراوة تسقط من يده وتحجر في مكانه من أنتما؟ سأل أصدقاء العائلة قالت أليثيا كنا قد نسينا بعض الأغراض هل في صحبتك أحد آخر؟ أنا الحارس الوحيد لكل المستودعات لن تقتلني أليس كذلك؟ لدي زوج وأطفال ومعي صورة لهم في المحفظة أخذ باركاس المحفظة من جيبه وجعل النقود تسقط منها على الأرض ودسها في معتفه ما اسمك؟ سألته أليثيا بارتولومي يعجبني اسمك اسم ذكوري للغاية كان الحارس يرتجف اسمع يا بارتولومي سنتافق على شيء سننصرف إلى البيت وأنت كذلك وفي صباح الغد قبل أن تجيء إلى هنا اشتري قفلين جديدين وركبهما بدلا عن قفل المدخل وقفل هذه الشبكة وانسى أنك رأيتنا ما رأيك بهذا الاتفاق؟ لقم باركاس القادح وابتلع بارتولومي ريقة ممتاز وإن حدث وهاجمتك نوبة ضمير موجعة أو سألك أحد عن شيء تذكر أن المرتب الذي تتقاضى لا يستحق كل هذا العذاب وأن عائلتك في حاجة إليك أو مأ بارتولومي أبعد باركاس أصبعه عن القادح وأنزل السلاح فابتسمت أليثير الحارس كما لو أنها صديقته هيا اذهب إلى بيتك واشرب كأسا من الكونياك الساخن وجمع نقودك حاضر سيدتي قرفص بارتولومي وجمع الأوراق النقطية القليلة التي كانت في المحفظة لا تنسى الهراوة أمسكها الرجل وثبتها على حزامه أيمكنني الانصراف؟ لا أحد يستبقيك تردد بارتولومي لوهلة ثم تراجع نحو المخرج وقبل أن يختفي طيفه في الظل نادته أليثيا بارتولومي توقفت خطوات الحارس تذكر أن محفظتك في حيازتنا ونعرف أين تسكن لا تجبرنا على زيارتك فزميل هذا تراوضه نوبات صرع مروعة ليلة سعيدة ابتعدت خطاه المهرولة هربا ترجمة نانسي قنقر